الشخصية النرجسية العابد لذاته النرجسي هو الذي يعبد ذاته ذاته متورمة متضخمة يعيش في عالم من المرايا كلما نظر لا يرى إلا نفسه ولذلك إذا كان رجلا يستغرب منه أنه ينفق أوقات طويلة جدا وكل يوم في قضية ماذا؟ في قضية التزيّن والتجمّل والتسريحة والشعر في الوجنات واللباس والهيئة مهتم جدا بصحته يمارس تمرينات رياضية إذا نخزته نخزة بسيطة هرعي الأطباء لأنه خطير العالم بدون يتهدّم النرجسي هو رحمة الله في هذا العالم العالم لا قيمة له بدونه لا يمكن إلا من باب التمثيل فقط حين يكون مضطرًا أن يعترف لأحد بقدر أو بقيمة أو بأهمية أو بمثابة كل الناس أصفار كلهم تحوت لا قيمة لهم هو صاحب القيمة وصاحب الإبداع وصاحب العظم وصاحب الجمال وصاحب القوة وصاحب الموفقية التامة هو كل شيء شخصية خبيثة عجيبة غريبة ليس لديه مساحة لأن يحب مستحيل النرجسي لا يحب انتبهوا يعني يا بنتي يا أختي يا ابني إذا ابتليت أو عرفت مظاهر الشخصية النرجسية في شخص ما اهرب وإياك أن ترتبط به مهما مثل عليك خاصة فترة الخطبة كلام فارغ النرجسي لا يرى إلا ذاته يعجز عن أن يحب إلا نفسه وطبعا من لا يحب لا يحب ولذلك تفشي علاقة زوجية مع النرجسي يا ويلك إذا انتقصت من قيمة النرجسي أو من ثقته بنفسه أو من صورته الذاتية المتضخمة ستخضع للجلد الشديد بلسان وربما إذا استطاع أن يوصل إليك الشر أو صله كالسيكوباثي على أنه قل شر من السيكوباثي لأنه أذكى لهذه الناحية في مراعاة القوانين والعقابيل القانونية على كل حال قضية النرجس أيضا قضية طويلة ألفت مؤلفات عن النرجسية وعراض النرجسية